طيب نروح لأخبار النهاردة و هنرجع طبعا نتكلم كتير عن منتخب مصر مع ديوفنا الكبار النهاردة بس نروح لشوية أخبار كده تخص الكرة المصرية في شكل عام النادي الأهلي ونادي الزمالك وأخبار أخرى وفقا لرغبة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخلافا لرغبة بعض أعضاء لجنة التقديد وكمان أعضاء في شركة الأهلي لكرة القدم تكرر وبعد مناقشات ومدولات واتفاق نهائي أن أمير التوفيق هيكلف من لجنة التقديد بعقد الجلسة مع زوجة موسيماني اللي هي وكيلة أعماله اللي هتوصل للنهاردة الخميس ويقدم لها عرض مفصل ونهائي ولا نقاش فيه ايه هو بقى العرض؟ العرض إنه دلوقتي موسيماني بياخد 120 ألف دولار العرض بتاع النادي الأهلي لموسيماني هو 180 ألف دولار موسيماني ووكيلته متمسكين بـ 200 ألف دولار ومتمسكين الععد يكون سنتين الأهلي وافق إنه الععد يكون سنتين ولكن بمقابل 180 ألف دولار و20% زيادة في مكافآت البطولات القادمة دي شروط النادي الأهلي لتجديد عقد موسيماني هتوافق زوجة موسيماني أو وكيلة أعماله ولا لا؟ هي دي اللي هيحسمها النادي الأهلي مع وكيلته بكرة أو بعده بالكتير في القعدة اللي هيعضوها عشان الأمور دي تتقفل قبل كأس العالم الأندية طيب لو حصل خلاف هيتم تأجيل الأمور لما بعد كأس العالم للأندية حتى هذه اللحظة دي شروط النادي الأهلي اللي متمسك بيها 180 ألف دولار لموسيماني 20% زيادة في مكافآت الفوز وعقد المدة السنتين ومفيش طبعا فكرة الشرط الجزائي الست أشهر اللي كان موسيماني أيضا بيطلبها من النادي الأهلي ده فيما يخص كلام عن عقد موسيماني اللي هيتجدد ممكن قبل قبل كأس العالم للأندية ترجمة نانسي قنقر